بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قُرِأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذِّبون والله أعلم بما يُوعون فبشِّرهم بعذابٍ أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير ممنون قال ابن كثير رحمه الله رُوِيَ عن علي وابن عباس وعُبادة بن الصامد وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر رضي الله عنهم ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رحمهم الله أنهم قالوا الشفق الحُمرة فلا أُقسم بالشفق أي الحُمرة التي تكون بعد الغُروب والله تعالى يُقسم بما يشاء لأن ذلك دليل على قُدرته جل وعلا وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن خُسيم عن ابن لبيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الشفق البياط فالشفق هو حُمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد رحمه الله وإما بعد غُروبها كما هو معروف عند أهل اللغة قال الخليل بن أحمد الشفق الحُمرة من غُروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق فالله تعالى أُقسم بذلك وهو دليلٌ على قُدرته سبحانه وتعالى وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحُمرتها في أول الليل إلى قريبٍ من العتمة العشاء وكذا قال اكرمه محمهم الله الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء وفي الصحيح المسلم محمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني الحُمرة ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل رحمهم الله ولكن صحَّ عن مجاهد رحمه الله أنه قال في هذه الآية فلا أُقسم بالشفق هو النهار كله وفي روايةٍ عنه أيضاً أنه قال الشفق الشمس رواهما ابن أبي حاتب وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى والليل وما وسق أي جمع كأنه أقسم بالضياء والظلام وقال ابن جرير رحمه الله أقسم الله بالنهار مُدبِرًا وبالليل مُقبِلًا قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون الشفق اسمٌ للحُمرة والبياض وقال هو من الأذذات يقال للحُمرة شفق ويقال للبياض أيضاً شفق قال ابن عباس رضي الله عنهما ومُجاهِد والحسن وقتاد رحمه الله وما وسق والليل وما وسق أي وما جمع قال قتاد رحمه الله وما جمع من نجم وداب واستشهد ابن عباس رضي الله عنهما بقول الشاعر مُستوسِقاتٌ لو تجدن سائقاً وقد قال إكرماء والليل وما وسق يقول ما ساق من ظلمه إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه وقوله والقمر إذا اتسق قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا اجتمع واستواء وكذا قال إكرماء ومُجاهِد وسعيد ابن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد رحمهم الله والقمر إذا اتسق إذا استواء وقال الحسن رحمه الله إذا اجتمع إذا امتلأ وقال قتاد رحمه الله إذا استدار يعني كمُل ليلة اربعة عشر ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقبلاً للليل وما وسق وقوله تعالى لتركبن طبقاً عن طبق قال البخاري رحمه الله أخبرنا سعيد ابن النظر أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لتركبن طبقاً عن طبق حالاً بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم هكذا رواه البخاري رحمه الله بهذا اللفظ وهو محتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنه قال سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكون قول نبيكم مرفوع على الفاعلية من قال وهو الأظهر والله أعلم كما قال أنس رضي الله عنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين وأهلنا وولادنا والمسلمين وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثناه شيء أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لتركبن طبقا عن طبق قال يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول حالا بعد حال هذا لفظه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما طبقا عن طبق حالا بعد حال وكذا قال إكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح رحمهم الله ويحتمل أن يكون المراد لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبر هذا نبيكم والله أعلم ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة كما قال أبو داود الطيالس رحمه الله وغندر حدثنا شعبا عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لتركبن طبقا عن طبق قال محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعامة أهل مكة والكوفة لتركبن هذه قراءة لتركبن بفتح الباء القراءة الأولى لتركبن بفتح التاء والباء قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعب لتركبن طبقا عن طبق قال لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم سماء بعد سماء يعني الإسراء والمعرأ وهكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وأبي العالية طبقا عن طبق سماء بعد سماء قلت يعني ليلة الإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد حرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلاء صلى الله عليه وسلم وقال أبو إسحاق والسد الرجل لم يذكر اسمه عن ابن عباس رضي الله عنهما طبقا عن طبق منزلا على منزل وكذا وكذا رواه العوف عن ابن عباس رضي الله عنهما مذلا وذات ويقال أمرا بعد أمر وحالا بعد حال وقال السدي نفسه حمه الله لتركبن طبقا عن طبق أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل قلت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لتركبن لتركبن سنن من كان قبلكم أي طريقة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة أني مثل ريشتي السهم مستويتان قلت كأن حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أهل الكتاب فلا يجوذ للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى والكفار قال وهذا محتمل وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا هشام العمار حدثنا صدق حدثنا ابن شابر أنه سمع مكحولا رحمهم الله يقول في قول الله لتركبن طبقا عن طبق قال في كل عشرين سنة تحدثون أمرا لم تكونوا عليه وقال الأعمش رحمه الله حدثني إبراهيم قال قال عبد الله رحمه الله لتركبن طبقا عن طبق قال السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون ومرة عن ابن مسعود رضي الله عن طبقا عن طبق قال السماء مرة كالدهان يعني كوسخ الزيت ثم تكون لونا بعد ومرة تنشق وروا البزار رحمه الله من طريق جابر الجعف عن الشعب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن لتركبن طبقا عن طبق يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني حالا بعد حال ثم قال ورواه جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عن وماء وقال سعيد بن جبير رحمه الله لتركبن طبقا عن طبق قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فأضف فاتضعوا في الآخرة أي نزلوا وخسروا وقال اكرم طبقا عن طبق حالا بعد حال فطيما يعني الطفل فطيما بعدما كان رضيعا وشيخا بعدما كان شابا وقال الحسن البصري رحمه الله طبقا عن طبق يقول حالا بعد حال رخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء وغناء بعد فقر وفقرا بعد غناء وصحة بعد سقم وسقما بعد صحة وقال ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر عن عبد الله بن زاهر قدثني أبي عن عمر بن شمر عن عمر بن شمر عن جابر هو الجعف عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم لفي غفلة مما خلق له إن الله إذا أراد خلقه قال لي الملك أكتب رزقه أكتب أجله أكتب أثاره أكتب شقيًا أو سعيدا اللهم اجعلنا سعداء بفضلك وجودك وأهلنا وأولادنا والمسلمين ثم يرتفع ذلك الملك عليه السلام ويبعث الله إليه ملكًا ويحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك عليه السلام ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته عليه السلام فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاءه ملك الموت عليه السلام فقبض روحه فإذا دخل قبره ردّى الروح جسده ثم ارتفع ملك الموت عليه السلام وجاءه ملكاء القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة انحطى عليه ملك الحسنات وملك السيئات فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه ثم حضر معه واحدٌ سائقاً وآخر شهيداً ثم قال الله عز وجل لقد كنت في غفلةٍ من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقاً عن طبق قال حالاً بعد حال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدامكم لأمرًا عظيمًا لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته قال ابن كثير رحمه الله هذا حديثٌ منكر وإسناده به ضعفاء هذا الخبر لم يصح ولكن معناه صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال ابن جرير رحمه الله بعدما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد والمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهًا جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله وأحواله اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظامًا وإكرامًا واحترامًا وقوله بل الذين كفروا يكذبون أي من سجيئتهم أي من خلق من أخلاقهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق ولياذ بالله والله أعلم بما يوعون قال مجاهد وقتاد رحمهم الله يكتمون في صدورهم يوعون يكتمون في صدورهم فبشِّرهم بعذابٍ أليم أي فأخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد أعدَّ لهم عذابًا أليمًا وقوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمَنُوا أي بقلوبهم وعملوا الصَّالِحَات بجوارِحهم لهم أجرٌ أي في الدار الآخرة غير ممنون قال ابن عباس رضي الله عنهما غير منقوص وقال مجاهد والضحَّاك رحمهم الله غير محسوب وحاصل قولهما أنه غير مقطوع أجرٌ غير مقطوع كما قال تعالى عطاءً غير ملذوذ وقال السُدِّي رحمه الله قال بعضهم غير ممنون أي غير منقوص وقال بعضهم غير ممنون عليهم وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد فإن الله عز وجل له المنَّة على أهل الجنَّة في كل حالٍ وآنٍ ولحظة له المنَّة سبحانه وتعالى وإنما دخلوها الجنَّة بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنَّة دائماً سرمدًا والحمد لله وحده أبدًا ولهذا يُلهمون تسبيحه وتحميده كما يُلهمون النفس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تفسير سورة البرود وهي مكيَّة قال الإمام أحمد رحمه الله حدَّثنا عبد الصمد حدَّثنا رزيق ابن أبي سُلمى حدَّثنا أبو المهزَّم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البرود والسماء والطارق وقال أحمد رحمه الله حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدَّثنا حمَّاد بن عباد السدوسي سميت أبو المهزِّم يحدِّث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِر أن يقرأ بالسماوات في العشاء في العشاء تفرَّد به أحمد عنه والسماء ذات البرود والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهدٍ ومشهود قُتِل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قُعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم ملك السماوات والأرض والله على كل شيءٍ شهيد إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ قال ابن كثير رحمه الله يُقْسِمُ اللَّهُ بالسماء وبروجها وهي النجوم الأيظام البروج النجوم الكبار فما تقدم بيان ذلك في قوله تبارك الذي جعل في السماء بُروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرا قال ابن عباس رضي الله عن وماء ومجاهد والضحاك والحسن وقتادا والسُدِّي رحمهم الله البروج النجوم وعن مجاهد رحمه الله أيضاً البروج التي فيها الحرس وقال يحيي بن رافع البروج قصورٌ في السماء رحمه الله وقال المنهال بن عمر رحمه الله والسماء ذات البروج الخلق الحسن واختار بن جرير واختار بن جرير رحمه الله أنها منازل الشمس والقمر وهي إثنى عشر برجاً تسير الشمس في كل واحدٍ منها شهراً ويسير القمر في كل واحدٍ يومين وثلثاً وذلك ثمانية وعشرون منزلاً ويستسرُّ ليلتين وقوله تعالى واليوم الموعود وشاهدٍ ومشهود اختلف المفسرون رحمهم الله إذلك وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدَّثنا عبد الله ابن محمد بن عمر الغزي حدَّثنا عبيد الله عن ابن موسى حدَّثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفان بن أوس الأنصار عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة وما طلعت شمسٌ ولا غربت على يومٍ أفضل من يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أطاه إياه ولا يستعيذ فيها من شرٍ إلا أعاده ومشهود يوم عرفه ومشهود يوم عرفه قال المعلَّق رواه رواه الترمذي في السنن رحمه الله من طريق روح وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة به نحوه وقال الترمذي رحمه الله هذا حديثٌ حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيي بن سعيد وغيره في سنده راوٍ ضعيف وهكذا رواه هذا الحديث ابن خزيمة رحمه الله من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث وقد روي موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه وهو أشبه يعني من كلامه وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد حدثنا شعباً سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بن هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما يونس فلم يعد أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال يعني الشاهد يوم الجمعة ويوم مشهود يوم القيامة وقال أحمد رحمه الله أيضاً حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعباً عن يونس سمعت عماراً مولى بن هاشم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة ثم قال ابن جرير رحمه الله وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة وكذلك قال الحسن وقتاد وابن زيد رحمهم الله ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة وإن الشاهد يوم الجمعة وإن المشهود يوم عرف ويوم الجمعة ذخره الله لنا أي هدانا الله له قال المعلق ورواه الطبران في المعجم الكبير رحمه الله عن هاشم بن مرثد عن محمد بن إسماعيل به وفيه ضعف وانقطاع في سنده ضعف وسقط راوية وقد تقدم هذا الإسناد مرارا ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثنا سهل بن موسى الرازي حدثنا ابن أبي هدي عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفه وهذا مرسل من مراسل سعيد ابن المسيب لأنه تابعي رضي رحمه الله ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن جرير منه الله حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أي يوم القيامة وحدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال سأل رجل الحسن بن علي رحمه الله عن وشاهد ومشهود قال سألت أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فقال يوم الذبح يعني يوم النحر ويوم الجمعة فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وهكذا قال الحسن البصري رحمه الله وقال سفيان الثوري عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب رحمهم الله ومشهود يوم القيامة وقال مجاهد وإكرمة والضحاك رحمهم الله الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وقال إكرمة أيضا رحمه الله الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم الجمعة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد وقال ابن أبي حاتم محمه الله حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي يحيي القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وشاهد ومشهود قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة هكذا رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وشاهد ومشهود الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة وبه عن سفيان سوء الثوري عن مغيرة عن إبراهيم رحمهم الله قال يوم الزبح يعني يوم النحر ويوم عرفة يعني الشاهد والمشهود قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون المشهود يوم الجمعة وروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عباد بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم المشهود تشهده الملائكة عليهم السلام صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وعن سعيد بن جبير رحمه الله الشاهد الله وتلاء وكفى بالله شهيدا والمشهود نحن حكاه البغوي وقال الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرف وقوله تعالى قُتِل أصحاب الأخدود يعني أي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديد الأخدود مفرد وجمعه أخاديد وهي الحفير في الأرض الخدود الحفر في الأرض وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لهم وقودا يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها الله أكبر ولهذا قال تعالى قُتِل أصحاب الأخدود أي هؤلاء الكفار الذين حفروا الحفر وأوقدوا النار وطلحوا المؤمنين في النار قُتِلَ أي لُعِن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعلوا بأولئك المؤمنين قال الله تعالى وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أي وَمَا كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُمْ ذَمْ بِالْمُمِنُونَ ما لهم ذَمْ إِلَّا إِيمَانُهُمْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يُضَامُ مَنْ لَذَ بِجَنَابِهِ المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي أوقع بهم بأيز الكفار به وهو العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس الكفار حرقوهم من نار ولكن الله تعالى يدخلهم الجنة برحمة ثم قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما والله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية وقد اختلف أهل التفسير رحمهم الله في أهل هذه القصة منهم وعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس مجوس أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارب فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم التحليل المحارب إلى اليوم المجوس يستحلون المحارب الأم والأخت والبنت أعوذ بالله كفار مجوس كفار وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاذين وأحرقوهم فيها وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدها حبشي وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال ناس من بني إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا فيه ناراً ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساءاً فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا حماد بن السلم عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاماً وعلمه السحر فدفع إليه غلاماً وكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب في الطريق بين الملك وبين الساحر في الطريق راهب أي عابد من عباد النصارى فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه أن عنده شيء من الإنجيل فأعجبه نحوه وكلامه الغلام لما سمع كلام الراهب أعجبه لأنه عنده شيء من كلام الله وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه وأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا أتى الساحر الغلام إذا جاء يد الساحر ضربه وقال ما حبثك أي ما أخرك وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبثك فشكى ذلك إلى الراهب الغلام شكى ذلك إلى الراهب فقال الراهب إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبثني أهلي لأن الكذب على الظلم للتخلص لا بأس وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبثني الساحر قاله بينما هو ذات يوم الغلام إذ أتى على دابة فضيعة أظيمة دابة أظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا يعني خائفين من تلك الدابة فقال الغلام اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر الغلام قال اليوم أعرف هل الراهب أحب إلى الله أم الساحر قال فأخذ الغلام حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس أي يمرون ورماها أي رما تلك الدابة فقتلها ومضى الناس مشو فأخبر الراهب بذلك فقال الراهب أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي إذا ابتليت لا تقل علَّمني الراهب فكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص وسائل الأدواء ويشفيهم يعني أسلم وصار مستجاب الدعاء الغلام أسلم وصار يبرئ الأكمة الذي ولد أعم والأبرص الذي في جسده بياط وسائل الأدواء الأمراض ويشفيهم أن يدعو الله أن يشفيهم وكان جليس للملك فعمي فسمع به سمع بالغلام فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولكما همنا أجمع فقال الغلام ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن فدع الله فشفاه ثم أتى الملك الأعماء رد الله بصره وجاء إلى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي الله أكبر فقال أنا أعوذ بالله قال لا ربي وربك الله قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فلم يزال يعذبه حتى دل على الغلام الغلام علمني الحق وأمنت بالله فبعثا إليه بعثا إلى الغلام فقال أي بني بلغ من سهرك أنك أن تبرع الأكمة والأبرص وهذه الأدواء قال الغلام ما أشفي أنا أحدا إنما يشفي الله عز وجل قال أنا قال لا قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزال به حتى دل على الراهب الراهب علمني فأتي بالراهب فقال أرجع عن دينك فأبى فوضع المنشار الذي نشربه الخشب في مفرق راسه حتى وقع شقاه وقال للأعمى ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق راسه حتى وقع شقاه إلى الأرض وقال للغلام ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق راسه حتى وقع شقاه إلى الأرض وقال للغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل وقال إذا بلغتم ذروته أي على الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فدهده أي اطرحوا من فوق الجبل من فوقه فذهبوا به ذهبوا بالغلام فلما علوا به الجبل قال الغلام اللهم أكفنيهم بما شئت أي نجني منهم بما شئت فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون أي سقطوا كلهم وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانهم الله فبعث به مع نفر في قرقور أي مركب صغير فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر ولججوا به البحر فقال الغلام اللهم أكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانهم الله ثم قال للملك قال الغلام للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي من الوعاء الذي فيه كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه فقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغه قريبا من الأذن فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات باع نفسه لله الله أكبر فقال الناس آمنا برب الغلام ما قدر يقتل حتى قال رب الغلام آمنا بالله الله أكبر فقف قيل للملك أرأيت ما كنت تحذر ما كنت تخاف أن يكفر الناس بك فقد والله نزل بك أي كفر الناس بك قد آمن الناس كلهم فأمر ذلك الكافر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاذيث وأضرمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه تركوه وإلا فقحموه فيها أي طرحوه في النار قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن الله ترضعوه فكأنها تقاعست يعني تأخرت أن تقع في النار فقال الصبي أنطق الله الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق وهكذا رواه مسلم رحمه الله في آخر الصحيح عن هدبى ابن خالد عن حماد بن السلم به نحو ورواه النساء رحمه الله عن أحمد بن سليمان عن عفان عن حماد بن السلم ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البنان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهمس في قول بعضهم تحريك شبتي فأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أعجب بأمتك فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفاً قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يدعي علم الغيب دجال تكهن له فقال الكاهن انظروا لي غلاماً فهماً أو قال فطناً لقناً يعني ذكي فأعلمه فأعلمه علمي هذا فذكر القصة بتمامها وقال في آخره يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد قال فأما الغلام فإنه دفن لما مات قال دفن قال فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعه على صدره قريباً من الأذن كما وضعها حين قتل ثم قال الترمذي حسن غريب وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله فيحتمل أن يكون من كلام صحيب الرومي رضي الله عنه فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله أعلم يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كلام صحيب أو غيره وقد أورد محمد بن إسحاق ابن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل النجران كانوا أهل الشرك يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ونجران ونجران هي القرية العظيمة التي إليها دماع أهل تلك البلاد ساحر كان فيها ساحر يعلم الغلمان أهل نجران السحر فلما نزلها فيمون اسم رجل ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن المنبه قالوا رجل نزلها ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث الثامر ابنه عبد الله ابن الثامر مع غلمان أهل نجران وكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاة من صاحب الخيمة كان يعبد الله فجعل الغلام يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم الغلام فوجد الله فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائه والإسلام حتى فقه فيه جعل يسأله عن الإسم الآظم بسم الله الآظم وكان يعلمه وكتمه إياه وقال له يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف للساحر كما يختلف ورغلمان فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى أقداح قطع خشب فجمعها ثم لم يبقى لله يعلمه إلا كتبه في قدح وكل اسم في قدح حتى إذا أحصاها أو قد نارا ثم جعل يخذفها يخذف ذلك الخشب فيها قدحا قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها في قدحه فوثب القدح يعني ما ما دخل في النار حتى خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم أتى به صاحبا فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه فقال وما هو قاله وكذا وكذا قال وكيف علمته فأخبره بما صنع قال ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أنك تفعل فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ويقول نعم فيوحد الله ويسلم حتى فيدعو الله فيشفى حتى لم يبقى بن جران أحد به ضر إلا أتاه فاتباه على أمره ودعا له وعوفيا حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه وقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك قال لا تقدر على ذلك قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس وجعل يبعث به إلى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا إلا هلك فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن لما آمنت به فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر ثم ضربه بعصى في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه واستجمع أهل النجران على دين عبد الله بن الثامر وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل الدينهم من الأحداث فمن هناك كان أصل دين النصرانية بن جران قال ابن إسحاد فهذا حديث محمد بن كعب القرضي وبعض أهل النجران عن عبد الله بن الثامر والله أعلم أي ذلك كان قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل واختاروا القتل فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألف ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قُتل أصحاب الأخدود النال ذات الوقود إذ هم عليها قيود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة رحمه الله أن الذي قتل أصحاب الأخدود هم ذو نواس واسمه زرعة ويسمى في زمان مملكة بيوسف وهو ابن التبان وهو ابن تبان أسعد أبي كرب وهو تبع الذي غزى المدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حبرين أي عالمين من يهود المدينة فكان تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما فما ذكره ابن إسحاق مبسوطا فقتل ذو نواس في غدات واحدة فقتل ذو نواس في غدات واحدة في الأخدود اشرين ألفا ولم ينجوا منهم سوى رجل واحد فقال له دوس ذو ثعلبان ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدر عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام نصراني فكتب إلى النجاش ملك الحبشة وأرسل معه جيشا من نصار الحبشة يقدمهم أرياض وأبره فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود وذهب نواس وذهب ذو نواس هاربا ولجج في البحر فغرق واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة ثم استنقذه سيف ابن ذيزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسر ملك الفرس فأرسل معه في السجون فأرسل معه من في السجون وكانوا قريبا من سبعمئة ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقال ابن إسحاق رحمه الله فحدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة يعني مكان خرب من خرب نجران لبعض حاجة فوجد عبد الله ابن الثامر يعني وجد قبرا قبر عبد الله ابن الثامر تحت الدفن فيها قاعدة واضعا يده على ضربة فراش ممسكا عليها بيدي فإذا أخذت يده عنها ثعبت دما أي سالت وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله وكتب فيه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبره بأمره فكتب عمر رضي الله عنه إليهم أن أقروا على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا أبو بلال الأشعر حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى رضي الله عنه لما افتتح أصبحان بلد وجد حائطا من خيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلا صالحا يعني فحفر الأساس فوجد في رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود فاستخرجه أبو موسى رضي الله عنه وبن الحائط فثبت قلت هو الحارث بن مضاد بن عمر بن مضاد بن عمر الجرهم أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيم علي مستلام وولد الحارث هذا هو عمر بن الحارث بن مضاد هو آخر ملوك جرهم بمكر لما غرجتهم خزاع وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب فأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يثمر بمكة تسامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسمائة سنة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق رحمه الله يقتضي أن قصتهم كانت في الزمان الفترة التي بين عيسى عليه السلام ومحمد عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر